اهتمام ملحوظ بالمشاورات اليمنية المقامة بالسويد كل السياسة الدولية مهتمة بالأمر تقريبا وتعلن المساندة والدعم العلنية لإنجاح المشاورات ذاك ما يصرح به الإعلام وما تقوله الدبلوماسية قد تبدو المواقف مختلفة في تصوراتها لكنها مجمعة على ضرورة إيقاف الحرب المستعرة منذ أعوام والتي خلفت أكبر أزمة إنسانية في العالم وفق بيان سابق للأمم المتحدة جديد المواقف الدولية المصاحبة للجولة الحالية يبدو جليا في حدية الحديث وصرامة الموقف ناهيك أن الدعم والمساندة قد تحول إلى نوع من الضغط على أطراف الأزمة اليمنية المحلية والإقليمية لكن ما يخرج من نوافذ الأروقة الدولية لا يزال بعيدا عن التأثير حتى الآن فالأطراف اليمنية موصدة أبوابها حتى فيما بينها وهو أمر فرض الكثير من المراجعات حتى أن لفظة المفاوضات لا تستقيم وما يدور حاليا في قلعة جوهانسبيرغ علاوة على أن المراجعات امتدت لأمان وأحلام الكثيرين ممن كانوا يظنون أن معاد إيقاف الحرب قد اقترب ليصدموا بتصعيد جديد للميليشيا الانقلابية التي طال تهديداتها حتى الأمم المتحدة ذاتها قول صراحة إنها قد تغلق مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة وهي إشارة تحمل في مضمونها رفضا للوساطة الأممية في حال لم تتماشى مع تطلعاتها